بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي في هذا الدرس رح نتناقش في موضوع التحويل بين الأنظمة العددية وصراحة هذا الدرس اتناقشنا فيه سابقا في عدد من التصويرات والفيديوهات ولكن خلينا نسمي هذا الدرس التحويل بين الأنظمة العددية باختصار وبمجرد إنك شاهدت هذا الفيديو رح يغنيك عن مشاهدة باقي الفيديوهات يعني أنا ما رح أجيب إشي جديد والفيديوهات الأخرى ما رح تغني أو ما منعتبرها يعني إنه لازم تحضرها لا إذا أنت حضرت هدلاك الفيديوهات وإنت فاهم الموضوع بيكون الموضوع ممتاز وإذا أنت حضرت هذا الفيديو فإنك تكتفي بالإلمام بجميع تفاصيل موضوع التحويل بين الأنظمة العددية المطلوبة معك في امتحان الثانوي العامي الآن إحنا مطلوب معنا نعرف ثلاث أنظمة عددية النظام الأول اللي مطلوب نعرفه اللي هو النظام العشري والنظام العشري اللي هو عبارة عن نظام الأرقام اللي إحنا بنتعامل معها يعني مكونات النظام العشري من صفر حتى تسعة يعني الأرقام اللي بنتعامل معها سواء كانت الأرقام طويلة أو قصيرة فعليا مكوناتها من صفر للتسعة طب رح تيجي تحكي للعشرة ما العشرة مكوناتها الصفر وواحد اللي هي من صفر للتسعة وإيش ما كان طول الرقم ثلاثة سبعة خمسة رح تكون مكونات هذا الرقم اللي هو سبعة وخمسين ألف ثلاثمية وعشرة من الصفر للتسعة هذي من الصفر للتسعة وهي وهي وكذلك حتى باقي الأرقام النظام الثاني اللي رح نتعرف عليه اللي هو اسمه النظام الثنائي والنظام الثنائي مكوناته فقط إما صفر أو واحد يعني هذا الرقم طال أم قصر رح تكون مكوناته إما صفر أو واحد يعني فقط أصفار وواحدات الآن معلومة على الهامش الصفر أو الواحد إحنا بنسميها بت يعني ما يجي كلك ما عدد البتات هو قصده فيها ما عدد الأصفار والواحدات النظام الثالث اللي رح نتعامل معه اللي هو النظام السادس عشري والنظام السادس عشري شوي بيختلف عن النظامين السابقات بحيث إنه رح يتكون من خمستاشر رقم أو من ستاشر رقم خلينا نحكي بحكم إنه من واحد لخمستاش إضافة للصفر صار عددهم ستاش ولكن طريقة صياغتهم شوي بتختلف يعني مثلا من صفر حتى تسعة في النظام العشري تكتب بالسادس عشري كما هي يعني الصفر بنكتب صفر بالسادس عشري الثلاثة بتنكتب ثلاثة الخمسة بتنكتب خمسة ولكن بيختلف عن العشري إنه في بعد التسعة تكميلة أرقام يعني هنا بعد التسعة ما في عشرة ما هي العشرة حكينا صفر وواحد ولكن في النظام السادس عشري العشرة نكتبها A الـ 11 نكتبها B الـ 12 نكتبها C الـ 13 بتصير D الـ 14 بتصير E والـ 15 بتصير F هذا مقدمة أو هذه هي الثلاثة أنظمة اللي رح نتعامل معها في هذا الدرس الآن إحنا رح نحكي عن خمس تحويلات بين هذه الأنظمة العددية بحكم إنه الأنظمة العددية خليني نعتبرها أنظمة الترميز يعني مثلا خليني نيجي نقول العشرة في النظام العشري فعليا في النظام السادس عشري هيكا بتنكتب نفسها فعليا في النظام الثنائي هيكا بتنكتب فبالتالي رح نتعلم طريقة التحويل بين الأنظمة العددية ضمن خمس أمور مطلوبة معنا الطريقة الأولى أو النظام الأول من أنظمة التحويل اللي هو التحويل من النظام الثنائي إلى النظام العشري ومثل ما إحنا متفقين إنه في هذا الدرس رح نحكي باختصار بدون تفصيل ورح أعطيك الزبدة والإشي اللي إذا جوابته في امتحان التوجيهة رح يكون جوابك كامل مية في المية خليني نشوف هذا المثال مشان توضح الفكرة لو كان موجود عندي مثلا هذا المثال عندي رقم ثنائي بدي أحوله للنظام العشري كان مثلا موجود عندي هذا الرقم مثلا 0011 0011 موجود عندي هذا الرقم وأجي السؤال كاللي حول هذا الرقم من النظام الثنائي للنظام العشري منيجي منكتب تحت أول رقم الرقم واحد طبعا متفقين زي قبل شوية ما قلت لكم ما رح أجأ أقول لك من وين أجت الواحد أنا أريد أعطيك الطريقة مباشرة منكتب تحت أول رقم واحد طيب تحت ثاني رقم منيجي منقول واحد ضربة اثنين تساوي اثنين من الرد هذه منضربها بثنين اثنين ضربة اثنين بتساوي أربعة أربع ضرب اثنين بتساوي ثمانية ثمانية ضرب اثنين بتساوي ستتاش وهكذا شو ما كان طول الرقم بظلني أضرب باثنين لعندما إني أوصل لآخر رقم يعني فيه موجود عندي كمان رقم بضرب الستاش ضرب اثنين بتساوي ثنين وثلاثين لاثنين وثلاثين ضرب اثنين بتساوي أربعة وستين الاربعة وستين ضرب اثنين بتساوي مية وثمانية وعشرين المية وثمانية وعشرين ضرب اثنين بتساوي ميتين وستة وخمسين لو كان عندي موجود هنا كمان رقم بضربها باثنين بتساوي خمسمية واثناش ولكن اللي مطلوبات معاي هاي الارقام هذه الخطوة الاولى الخطوة الثانية اني انا بضرب كل رقم في الرقم اللي فوقه يعني هذا السطر بضرب في السطر اللي فوقه ولكن عشان اختصر عليكم بحكم إنه السطر هذا إما بيحتوى على أصفار وواحدات فبالتالي أي رقم بضربه بواحد هو نفسه وأي رقم بضربه بصفر هو صفر فبالتالي أي رقم بيكون فوقه الرقم صفر بشطبه مباشرة وبختصر أحال خطوة يعني موجود عندي مثلا هنا واحد ضرب صفر صفر خلاص بشطبها اثنين فوقها صفر بشطبها الستاش واثنين وثلاثين واربعة وستين فوقهم أصفار خلاص بشطبهن بيضل عندي الأربعة ضرب واحد أربعة والثماني ضرب واحد والمية ثمانية وعشرين ضرب واحد والميتين ستة وخمسين ضرب واحد الأرقام اللي ضلت منجمعها يعني منيجي منقول هنا أربعة زائد ثمانية زائد مية وعشرين ثمانية وعشرين زائد متين وخمسين ستة وخمسين ومنوجد الجواب يعني وجينا هنا مثلا جبنا الآل الحاسبي الآلي الحاسبي أو مش موجود عندي على الآيباد آلي حاسبي أنا أبدأ طول الآلي الحاسبي الثاني لو جينا كلنا 4 زائد 8 زائد 128 زائد 256 رح يكون الجواب 396 وهذا هو الناتج طب تعالوا معنا نحل كمان مثال مشان توضح الفكرة بشكل أوضح لو كان موجود معاي مثلا هذا الرقم موجود معاي واحد 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 صفر صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد مثلا وبدأ أحول هذا الرقم من النظام الثنائي للنظام العشري مثل قبل شوية منكتب تحت أول رقم واحد ونصير نضرب 2 1 ضرب 2 2 ضرب 2 4 ضرب 2 8 ضرب 2 16 ضرب 2 32 ضرب 2 120 28 أو 64 ضرب 2 128 ضرب 2 256 ضرب 2 512 الخطوة اللي بعدها منضرب كل رقم في اللي فوقه وبما إنه الأرقام اللي منضربها بصفر تساوي صفر خلص أي رقم فوقه صفر منشطبه بشكل مباشر يعني هاي الأرقام منشطبها بشكل مباشر الخطوة اللي بعدها منجمع باقي الأرقام خلين نجي نجمع الأرقام اللي منجي منحكي 1 زائد 2 زائد 4 زائد 32 زائد 128 زائد 512 ولو جينا على الآل الحاسبة بدنا نجمعهن منجي منحكي هاي 1 زائد 2 زائد 4 زائد 32 زائد 128 زائد 512 بطلع الجواب 679 بالنظام العشري هذا هو النظام التحويل الأول أو التحويل الأول التحويل الثاني اللي مطلوب معنا اللي هو التحويل من الثنائي إلى السادس عشري أو السادس عشر تمام؟ إحنا قبل شوي شو نقشنا من الثنائي للنظام العشري هس من الثنائي للنظام السادس عشري طيب تعالوا نحول من ثنائي إلى نظام السادس عشري لو كان موجود عندي رقم معين بس قبل ما إني أعطيكم مثال بدي أعطيكم ملاحظة مهمة إنه كل رقم سداس عشري حجمه أربعة بيت شو يعني حجمه أربعة بيت؟ يعني بتكون من أربعة بيتات شو يعني بتكون من أربعة بيتات؟ يعني بتكون من أربع أرقام ثنائية مش كلنا الرقم الثنائي إحنا بنحكي عنه بيت خلينا نشوف هذا المثال برضو خلي الفكرة توضح معنا لو كان موجود معنا هذا الرقم مثلاً 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 مثلاً الآن بدنا نحوله من النظام الثنائي للنظام السادس عشري ومتفقين إنه كل رقم سداس عشري حجمه أربعة بيت فبالتالي كل أربعة بيتات بكون رقم سداس عشري فبالتالي ما يجب نقول 1 2 3 4 هذول أربعة بيتات لحال لأنه هذول الأربعة بكون رقم سداس عشري فيه عندي رقم سداس عشري آخر هاي 1 2 3 4 هذا رقم سداس عشري عندي 1 2 3 4 هذا رقم سداس عشري عندي هنا واحد فبالتالي عندي هنا رقم سداس عشري آخر فبالتالي لازم يكون حجمه أربعة بيت فبالتالي لازم يكون أربعة منازل طب عندي منزلة واحدة بحط ثلاثة أصفار علشان يصير عددهم أربعة منازل والصفر اللي عشمال زي ما احنا متفقين دايماً لا بيقدم ولا بيأخر الخطوة اللي بعدها منحول هذا الثنائي لعشري ولكن كل رقم على حدة يعني هذا رقم لحال وهذا رقم لحال هنا كان هذا جميعه عبارة عن رقم تمام هذا جميعه كان عبارة عن رقم ولكن في هذا الحال هذا رقم لحال وهذا رقم لحال وهكذا فبالتالي هذا الرقم منحوله لحال وهذا الرقم منحوله لحال وهذا الرقم لحال وهذا الرقم لحال تعالوا تنحول من ثنائي لعشري واحد زي قبل شوي ضرب اثنين اثنين ضرب اثنين اربعة ضرب اثنين ثمانية خلصنا من هذا الرقم الرقم اللي بعده واحد اثنين اربعة ثمانية الرقم اللي بعده 1 2 4 80 الرقم اللي بعده 1 2 4 80 نفس ما كنا نعمل قبل شويه انه كل رقم بيكون فوقه صفر بنشطبه مباشرة لانه احنا بدنا نضرب هذا الرقم في هذا الرقم يعني عندي الاربعة فوقه صفر انا قصدي اربعة ضرب صفر فبنشطبها عند الواحد ضرب صفر بنشطبها عند الواحد واثنين ضرب صفر بنشطبهن الثنتين وعنده هون الثنين والاربعة والثمانية مضربات في اسفار بنشطبهن ومنجمع باقي الارقام وخلينا ارد اكد على فكرة انه كل اربع ارقام ثنائية هن عبارة عن رقم على حدة مختلف عن الاخر بتعامل معاه لحاله فبالتالي هون ايش ضل عندي ارقام ضل عندي الواحد زائد الاثنين زائد الثمانية الاربعة عشر طبناها ما احنا ويساوي ثمانية زائد اثنين عشر زائد واحد احداش يساوي احداش الرقم اللي بعده اثنين زائد اربعة زائد ثمانية ويساوي اربعتاش عندي هذا الرقم اربعة زائد ثمانية ويساوي اثناش وعندي هذا الرقم فقط 1 لأن 1 زائد صفر زائد صفر زائد صفر فعليا يساوي 1 الآن منيجي على الخطوة اللي بعدها الخطوة اللي بعدها تعالي تطلع لي على الـ 11 الـ 11 بدنا نحولها للنظام السادس عشري منيجي على الجدول تبع قبل شوي هذا الـ 11 الـ 11 قديش قيمتها في النظام السادس عشري تساوي بي فمنيجي منكتب تحت الـ 11 هنا بي طيب الـ 14 الـ 14 عندي في هذا الجدول اللي هي E فمنيجي منكتب بدل الـ 14 اللي هي الـ E والـ 12 خليني أعطيكم هاي الطريقة انت عارف انه العشرة A معناته الـ 11 B معناته الـ 12 C فمعناته هون عندنا الـ 12 C والـ 13 D والـ 14 E والـ 15 F والـ 1 بما انه من صفر لـ 9 طبكة قيمتها كما هي فالـ 1 1 فبالتالي الجواب 1 C E B خلينا نسوي كمان مثال مشان توضح الفكرة بشكل أفضل لو كان موجود عندي مثلا هذا المثال عندي مثلا 0-1-0-1 0-0-0-0-1-1-1-1-0-1 عندي هذا المثال وبدي أحوله من النظام الثنائي للنظام السادس عشري مثل قبل شوي هاي كل أربعة منقسمهم لحال هاي أربعة هاي 1-2-3 هاي أربعة هاي 1-2-3-4 منقسمهم لحال وعندي هون 1-2 منخليهن أربعة علشان يصير مكون من أربعة بيتات والرقم السادس عشري حجمه أربعة بيتات الآن نفس قبل شوي كل رقم على حدة بنحوله للعشري فـ 1-2-4-80 1-2-4-80 1-2-4-80 1-2-4-80 الخطوة اللي بعدها إنه كل رقم بيكون موجود فوقه صفر يعني بنضربه في الرقم اللي فوقه فأي رقم بنضربه بصفر يصاوي صفر فبنشتبه مباشرة بنشتب هذا الرقم بنشتب هذا الرقم عندي 1-2-3-4 منشتبهن وعندي هذا الرقم وهذا الرقم وهذا الرقم بنشتبهن وانتبهولي منيح لهذا الجزء من السؤال طيب الآن بنجمع باقي الأرقام اللي ما شطبناهن عندي هون 2 والثمانية 2 زائد ثمانية وتساوي 10 العشرة في السادس عشرة إيش هي إيه؟ هالأولى خلصناها طيب هذه عنا 0 زائد 0 زائد 0 زائد 0 بندشرها فارغة لا الصفر عبارة عن شيء في اللغة أو عبارة عن شيء في هذا النظام العددي فبالتالي صفر وانتبهول هاي الجزئية تمام؟ الخطوة اللي بعدها عنا 1 زائد 2 زائد 4 زائد ثمانية تساوي 15 وال15 اللي هي F وهون عنا موجود 2 وال2 تبقى كما هي فبالتالي الجواب 2 F0A في النظام السادس عشري وهاي بدي أجيب لكم الشاشة عشان تشوفوا جواب السؤال بشكل كامل التحويل الثالث اللي مطلوب معانا اللي هو من النظام النظام السادس عشري للنظام الثنائي طبعا إحنا قبل شوية كنا نأخذ من الثنائي للسادس عشري طب من السادس عشري للثنائي يعني عكسه يعني بنمشي بالعكس يعني لو كان عنا هذا الرقم بنا نحوله للثنائي خلينا نعيد لكم شو كنا نعمل بالثنائي أول إشي بنقسم بعدين بنحول من ثنائي للعشري وبعدين من عشري للسادس عشري ننمشي للعكس بنحول النظام أول إشي من السداس عشري للعشري من العشري للثنائي وبنجمع يعني لو جينا على هذا المثال نفسه بدنا نحوله من السادس عشري للثنائي بنجي منقول هاي اثنين F 0 A هذا الخطوة الأولى أو هذا السؤال اللي موجود معانا الخطوة الأولى من رجع الرقم من السداس عشري للعشري فبالتالي بنجي منقول خلينا نرسم هيك صحون عندنا الأي أصلها أصلا عشرة الزيرو زيرو الأف خمستاش والاثنين اثنين الخطوة اللي بعدها لو بنرجع الرجوع بدنا نحوله للثنائي كيف بدنا نحوله للثنائي فيه كثير طرق شوفوا معي هاي الطريقة السريعة هاي تزبط للأرقام القصيرة إني أنا باجي بكتب واحد اثنين اربعة ثمانية تحت كل صحن واحد اثنين اربعة ثمانية واحد اثنين اربعة ثمانية واحد اثنين اربعة ثمانية وباجي أقول لكم الرقم لو جينا على العشرة من هذه الأرقام شو الأرقام اللي مجموعة عشرة عندي هنا الثمانية والاثنين مجموعة عشرة الآن الواحد والأربعة استخدمتن لا ما استخدمتن فبحط فوق الأرقام اللي ما استخدمتن بحط فوق الأرقام اللي أنا ما استخدمتهم أصفار هاي الصفر وهاي الصفر وفوق الأرقام اللي استخدمتهم واحدات عفوا الواحد والأربعة صحيح ما استخدمتهم بحط فوق أصفار والاثنين والثماني استخدمتهم بحط فوق واحدة تمام طب تعالوا على الصفر الصفر ما استخدمتش ولا رقم فيهن فبحط فوقهم كلهن أصفار لأنه هذا عبارة عن رقم سداس عشري حجمه اربع بتات تمام طب تعلي على الخمسطاش الخمسطاش عبارة عن واحد زائد اثنين زائد اربعة زائد ثماني استخدمت كل الارقام معناته واحدات طب تعلي على الاثنين الاثنين هي اثنين وهنا صفر وهنا صفر وهنا صفر بحكم انه الواحد والاربعة والثماني ما استخدمتن الخطوة اللي بعدها بنجمع مش هون الخطوة الاولى بنقسم هون الخطوة الاخيرة بنجمع يعني بنيجي بنقول صفر واحد صفر واحد صفر 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 هالخطوة المهمة وما تستهينوا فيها لأنه هذا الجواب النهائي 1 1 1 1 0 1 0 وإذا أنت استهنت في هالخطوة الأخيرة ممكن أنه ينخصم لك علامة يدير بالك تمام هيبدأ أرجيكم هيك السؤال عشان اللي بحب يأخذ لقطة شاشة تعالوا على مثال آخر على التحويل من النظام السادس عشري للنظام الثنائي لو كان موجود عندي هذا الرقم لو كان عندي A C 3 D هذا رقم سوداس عشري بدنا نحول للنظام الثنائي أول إشي منرسم للصحون منيجي هيك سهم سهم هيك سهم وهيك سهم ومنرسم صحن 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 وبعدين تحت كل صحن من للصحون بكتب 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 الآن الـ D إيش أصلها الـ D أصلها 13 تمام الثلاثة ثلاثة السي والله أنا ناس السي شو أصلها طيب يلا خليني نتذكر مع بعض الـ A 10 الـ B 11 السي 12 فبالتالي السي 12 والـ A 10 يعني أنت بلزمك تحفظ أن الـ A 10 وبعدين بيسير تكمل لحالك طيب تعال لي هون شو الأرقام من الـ 1 و 2 والـ 4 والـ 8 مجموحهم 13 تعالوا نشوف فيه عندنا الثماني زائد 2 10 زائد 1 11 لا ما زبطتش عندنا الثماني زائد 4 12 زائد 1 13 إذن أنا استخدمت في هذه الحالة الثماني واستخدمت الأربعة واستخدمت الـ 1 فبالتالي الأرقام اللي استخدمتها بحط فوقها واحدات الـ 2 ما استخدمتها بحط فوقها صفر عنده هون الثلاثة شو الأرقام المجموحهم 3 الـ 1 والـ 2 فبالتالي استخدمت الـ 1 والـ 2 والـ 4 والثماني ما استخدمتها الـ 12 شو الأرقام المجموعةين 12 اللي هي الثمانية والأربعة استخدمت الثمانية والأربعة والواحد والثنين ما استخدمتها العشرة شو الأرقام المجموعةين عشرة ثنين والثمانية استخدمت الثنين والثمانية والأربعة والواحد ما استخدمتين وآخر إيش إحنا بنجمع الأرقام جنب بعضهم واحد صفر واحد 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 صفر 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 واحد واحد صفر واحد صفر واحد وهيك بكون عندي الجواب جاهز وهذا هو جواب السؤال التحويل الثالث أو التحويل الرابع اللي هو من النظام السادس عشري للنظام العشري وعند هون هذول أربع تحويلات سهلات وسريعات بجوز الخامس يأخذ شوية وقت أو مش يأخذ شوية وقت خطواته شوية فيه نترك يعني أول أربع تحويلات بتوقع أنه ولا حدا يغلط فيهن أبدا وإن شاء الله الخامس برضو ولا حدا يغلط فيه التحويل الرابع اللي هو من السادس عشري للنظام العشري طيب لو كان موجود عندي أو قبل ما أجي أعطيكم مثال مفتاح الحل في هذه الحالة اللي هو واحد ستاش متين وخمسين ستة وخمسين خلص احفظ أنه هذا مفتاح الحل احفظ من سادس عشري لعشري مفتاح الحل واحد ستاش متين ستة وخمسين كيف أجن هذول الأرقام إحنا اتفقنا دائما تحويل من ثناء إلى إشي بنكتب أول إشي هو واحد ضرب اثنين صح طيب الإشي اللي بخص السوداس عشري من كل ضرب ستاش من سوداس عشري من كل ضرب ستاش فبالتالي هو واحد ضرب ستاش 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 ضرب ستاش متين وستو وخمسين طيب لو كان أربع منازل هو بالعادة بجيوب اثنين أو ثلاثة تمام متين وستو وخمسين ضرب ستاش فخلينا نحفظ أنه هذا عبارة عن مفتاح الحل من سادس عشري لعشري طيب تعالوا نشوف المثال عشان نفهم شو يعني مفتاح الحل لو أجع عندي مثال مثلا كلي حول الرقم A2F مثلا من النظام السادس عشري للنظام العشري مباشرة بتذكر مفتاح الحل شو مفتاح الحل؟ مفتاح الحل واحد ستاش متين ستة وخمسين هاي الخطوة الأولى الخطوة الثانية بضرب كل رقم في الرقم اللي فوق ملاحظين اشي بيشبه الثنائي التحويل من ثنائي إلى يعني ها لما كنا نحول من ثنائي إلى كنا نضرب كل رقم في الرقم اللي فوقه صح؟ ثم نجمع نواتج الأرقام يعني فعليا هذه مثلا واحد ضرب صفر زائد واحد ضرب اثنين زائد أربعة ضرب صفر زائد ثمانية ضرب واحد في النهاية هذي الصفر وهذا الصفر واحد ضرب الثنينмен تماني ضرب واحد ثمنية الي هو الجواب عشرة فعليا هيك ولكن انا كنت لكم بتعطيكم بالمختصر واذا جاوبته بتاخذ علامة كاملة في الامتحان ما بدي تفاصيل في التوجيه هيع كمsت عمل احنا يعني طيب هنا منيجي بنضرب كل رقم في اللي فوق هذا الرقم في اللي فوق وهذا الرقم في اللي فوق وهذا الرقم في اللي فوق فبالتالي شو راح يكوني الناتج؟ الناتج رح يكون خلينا اختر لكم رقم لون غامق شوي عشان تشوفه ع شاشة الجوال عنا هنا 1 ضرب F زائد 16 ضرب 2 زائد 256 ضرب A طب ال F ايش هي؟ ما هي 15 ال A ايش هي؟ ال A عبارة عن رقم 10 تعالوا نجد الناتج 1 ضرب 15 يساوي 15 زائد 16 ضرب 2 بتساوي 32 زائد 256 ضرب 10 اللي هي 2560 ومنوجد الناتج خلينا اطول الال حاسبة انا اوجد الناتج برضو انتو على الالاتكم الحاسبة اوجدو عندي 15 زائد 32 زائد 2560 بطلع الجواب 2607 هاي 2607 خليني برضو احل معاكم كمان مثال على التحويل من سادس عشري لعشري وانت لو جيت كتبت هيك وتحت عشرة بتعني انه هذا الرقم بالنظام العشري تمام؟ طيب لو كان عندي هذا السؤال كلي حولي الرقم التالي من سادس عشري لعشري وكلي مثلا حولي الاثنين عفوا حولي الاثنين وبعدين A وبعدين F حولي هذا الرقم من سداس عشري الى عشري هاي سداس عشري نحوله لعشري منيجي منكتب المفتاح تحته المفتاح 1-16-2556 طيب لو اجع عندي منزلتين الرقم يعني لو كان الرقم مكون من منزلتين هيكة نكتب 1-16 تمام؟ من ثلاث منازل نكتب 250 ثم الخطوة اللي بعدها منيجي منضرب كل رقم في اللي فوق 1-1 ضرب F خلينا اغمك لكم اللون 1 ضرب F زائد 16 ضرب A زائد 256 ضرب 2 اللي هي F عبارة عن 15 والA عبارة عن 10 فبالتالي 1 ضرب 15 اللي هي 15 زائد 16 ضرب 10 اللي هي 160 زائد 256 ضرب 2 اللي هي عبارة عن 512 واكيد يعني بدهاش تذكير في امتحان التكنولوجيا للفرع اللي خاص فيكم لازم تكون معك آلة حاسبة بس انتبه انها ما تكون آلة حاسبة علمية تكون آلة حاسبة عادية لانه ممكن آلة حاسبة العلمية تنسحب منك طبعا في النهاية القرار عائد للجنة المبحث شو بتقرر في الامتحان بس يعني ما بلزمك اكتر من آلة حاسبة عادية لدينا 15 زائد 160 زائد 512 بطلع الجواب 680 887 هذا هو التحويل من النظام السادس عشري للعشري وبيضل علينا آخر تحويل اللي هو التحويل من العشري للسادس عشري هاي العشري الى النظام السادس عشري الان هذه الحالة في اكثر من طريقة مليان طرق انت بتدور على انترنت تلك مليان طرق يعني انا سابقا شرحت لكم طريقة انه من حول العشري الى ثنائي والثنائي الى سادس عشري طريقة سهلة وطويلة طويلة مشكلة انها طويلة خليني اعطيكم هذه الطريقة وبعطيكم كذا مثال عليها وان شاء الله انكم تستوعبوها 100% لو كان عندي السؤال بيحكيلي حول الرقم حول الرقم خلينا نحكي مثلا 13581 العشري هيك الى النظام طبعا هاي عشري هيك السادس عشري بدنا نحول الرقم اول اشي خليني قبل ما احل هذا السؤال اكتب لكم خطوات التحليل او خطوات التحويل خطوات التحويل اول خطوة اللي هي نقسم على الرقم 16 حتى نصل الى صفر الخطوة الثانية نحسب الباقي طب كيف بدنا نحسب الباقي طبعا فيه طريقة ثانية عن طريق القسم الطويلة بس خلينا نشوف هذه الطريقة نحسب الباقي الباقي ايه كيف طريقة حسابه الباقي يساوي الرقم ضرب 16 ناقص الرقم السابق الخطوة الاخيرة نحول الباقي لموجب تمام طب خلينا انحل هذا السؤال علشان نحل هذا السؤال بيلزم انه نرسم هذا الجدول خلينا نجي نرسم هذا الجدول نجي نرسم هيك جدول نكتب هنا الباقي وهنا 16 وهنا نرمينا هيك خربشية علشان نعرف انه هنا ما رح يكون ولا اشي رح ينكتب وفي هذا المكان نكتب الرقم اللي بدنا نحول للنظام العشرة الرقم الموجود عنا اللي هو 13 5 8 1 هاي 13 وهاي 5 وهاي 8 وهاي 1 طيب يلا تعالوا نبلش نحل السؤال امسك قالتك الحاسبه وتبع معي الخطوة الاولى انه منيجي بنكسم الرقم الموجود عنا هذا الرقم الموجود عنا على 16 منيجي نقول 1 3 5 8 1 امسك معي قالتك الحاسبه تقسيم 16 رح يكون الجواب كالتالي رح يكون الجواب 8 4 8 point 8 1 2 5 تمام الآن احنا بناخذ ما يسار الفاصل العشرية هذا اللي يسار الفاصل العشرية بناخده واللي هذي الفاصل العشرية اللي يمين الفاصل العشرية مش طبو يعني احنا ايش بناخد في هذه الحالي بناخد ثمانية أربعة ثمانية هذا الرقم المناخده تمام طيب يلا احنا حكينا بنظل نقسم على 16 لنصل لصفر الآن اعمل على الآله الحاسبه AC يعني امسح الشاشة الموجودة فيها وقسم هذا الرقم على 16 مش هذا الرقم كله بدي بس هذا الرقم تقسمه على 16 فمنيجي منقول ثمانية أربعة ثمانية تقسيم 16 بطلع الناتج خمسة ثلاثة بويند صفر خلص بما انه ما في فاصل عشرية نجي منحكي له هاي خمسة وهي ثلاثة بدي ارد اغمكلكم النون طيب الخطوة اللي بعدها خمسة ثلاثة اللي هي ثلاثة وخمسين تقسيم 16 بطلع الجواب هيكا ثلاثة بويند ثلاثة واحد اثنين خمسة اليمين الفاصل العشرية ما بدي اياه باخذ الثلاثة طيب الخطوة اللي بعدها منقول ثلاثة تقسيم 16 بطلع الجواب زيرو بويند وان ايت سفن فايف اليمين الفاصل العشرية ما بدي اياه بناخذ اليسار الفاصل العشرية اللي هو الصفر وهيكا الخطوة الاولى جاهزة عندنا مية في المية اللي هي نقسم على 16 حتى نصل الى صفر الخطوة اللي بعدها نحسب الباقي الباقي رح يكون الرقم ضرب 16 ناقص الرقم السابق بنبلش فيه الرقم رقم اول اشي هذا الرقم ضرب 16 ناقص الرقم السابق بعدها هذا الرقم ضرب 16 ناقص الرقم السابق ما هذا الرقم السابق بعدين الثلاثة ضرب 16 ناقص هذا الرقم السابق اللي هو الثلاثة وخمسين وهكذا ونبليش في اول رقم اول رقم شو بنجي منقل منقول ثمانية اربعة ثمانية ضرب 16 ناقص شو رقم السابق اللي هو ثلاثة ألف وخمسمية واحدة ثمنين ومنشوف الناتج هاي عندي انا الالي الحاسبي هاي ثمانية اربعة ثمانية ضرب 16 يساوي ناقص ناقص 13.581 بطلع الجواب هنا بطلع عندي الجواب ناقص 13 ولأننا بنحوله لموجب بطلع عندي الجواب 13 تمام يلا اللي بعدها اللي بعد عندي 53 ضرب 16 ناقص الرقم اللي قبله فبنيجي منقول 50 53 ضرب 16 ناقص الشو الرقم اللي قبله مباشرة 848 بنجي منقول هنا 53 ضرب 16 ناقص 848 ويساوي صفر إذن عنا هنا الباقي صفر تمام الخطوة اللي بعدها 3 ضرب 16 ناقص 53 هاي 3 ضرب 16 ناقص 5 ثلاثة بطلع الجواب سالب 5 إذن بنكتب 5 لأننا بنحوله لموجب الخطوة اللي بعدها صفر هاي صفر ضرب 16 ناقص الرقم السابق يعني الصفر ضرب 16 ناقص 3 وبطلع الناتج سالب 3 وبنحوله لموجب إذن الناتج 3 تقريبا السؤال جهز بس انتبهوا إنه عندي هنا الثلاثة في السوداس عشري العشرة إيه لـ 11 بيه لـ 12 سيد 13 دي ثم منكتب الجواب هذا من الأعلى بيكون يمين هذا من فوق بيكون يمين تمام فبالتالي بيكون الجواب D053 هذا هو الجواب النهاي تمام هيك بيكون الجواب النهاي تعالوا نحل كمان مثال مشان توضح الفكرة أحسن وأحسن لو كان عندي السؤال حول الرقم الرقم خلينا نحكي ثلاثة وخمسين ألف وثمانمية وواحد وستين هذا عشري للنظام السادس عشري نيجي بنرسم الجدول اللي رسمناه قبل شوي هاي عنا بنرسم هذا الجدول ثم في هذا الجدول بنكتب هون 16 وبنرسم هاي الخربة شي عشان يعرف إنه بنكتبش إشي هون بنرسم هون 5 أو بنكتب 5 3 8 6 1 وفي هذا المكان بنكتب الباقي ويلا تعالوا نسوي العمليات الحسابية الخطوة الأولى بنكسم على 16 حتى نصل إلى صفر يلا تعالوا نكسم على 16 نيجي بنقول 5 3 8 6 1 تقسيم 16 هاي دا اكتبها الألحظ بـ 5 3 8 6 1 تقسيم 16 بطلع عندي الجواب يساوي 3366.3125 اللي يمين الفاصل العشرية منشطبه ومنوخذ اللي يسار الفاصل العشرية هذا يسار الفاصل العشرية فبالتالي رح يكون عند الجواب 3 3 6 6 طبعا هذا الحكي اللي أنا بكتب لك يا هون وهون انت بتسوي على الألحظ بمش بحاجة تكتبه خلاص بس انت تكتب له الجدول في الامتحان طيب الخطوة اللي بعدها 3 3 6 6 تقسيم 16 خلينا نشوف هاي 3 3 6 6 تقسيم 16 بطلع الجواب 210.375 الثلاثة سبعة خمسة يمين الفاصل العشرية منشطبها ومنوخذ المتين وعشرة الخطوة اللي بعدها 210 تقسيم 16 بطلع الجواب 13.125 منشطب اليمين الفاصلة ومنوخذ اليسار الفاصلة اللي هي الثلاثة اللي بعدها 13 تقسيم 16 ثلاثة لحالها هاي المقسم مش 13.125 ثلاثة تقسيم يعني اللي هون منقسمها 16 ويساوي 13 تقسيم 16 يساوي 0.8125 يمين الفاصلة منشطبه ومنوخذ الصفر فبالتالي الجواب صفر الخطوة الاولى جاهزة عنا 100% الخطوة الثانية اللي هي الرقم منبلش من هون طبعا ضرب 16 ناقص الرقم السابق ثم الرقم ضرب 16 ناقص الرقم السابق تعالوا نبلش في اول رقم اول رقم عندي ثلاثة ثلاثة ستة ضرب 16 ناقص الرقم السابق اللي هو خمسة ثلاثة ثمانية ستة واحد وخلينا نشوه الجواب هاي ثلاثة ثلاثة ستة ضرب 16 ناقص خمسة ثلاثة ثمانية ستة واحد بطلع عندنا الجواب سالي بخمسة ولأنه بنحاوله لموجة بطلع عنده هنا الجواب خمسة اللي بعدها عندي مئتين وعشرة ضرب ستاش ناقص الرقم اللي فوقه مباشرة ثلاثة ثلاثة ستة خلينا نوجد على الأل حاسبة مئتين وعشرة ضرب ستاش ناقص ثلاثة ثلاثة ستة بطلع عند الجواب ستة اللي بعدها نيجي منقول ثلاثة درب ستاش ناقص الرقم اللي فوق الثلاثة اللي هو مئتين وعشرة خلينا نوجد على الأل الحاسبة ثلاثة درب ستاش ناقص مئتين وعشرة بطلع عند الجواب سالي بكتب اثنين الخطوة اللي بعدها صفر ضرب ستاش ناقص ثلاثة بطلع عنده ثلاثة وخلينا نعطيكم هالملاحظة على السريع انه اي رقم فوق الثلاثة ستاشة بنزل مباشرة فبالتالي عندي هون ثلاثة والثلاثة ايش هي الثلاثة عبارة عن دي في السادس عشر مش كلنا العشرة ايه الهداش بي لاثناش سي الثلاثة دي فبالتالي عندي هنا الجواب جاهز بس انتبه انه الفوق بيكون يمين فبالتالي الجواب النهائي رح يكون من فوق على يمين خمسة ستة اثنين دي بالنظام السادس عشري وهيك ان شاء الله بنكون ناقشنا الخمس انظمة عددية اللي مطلوبة معنا في امتحان التوجيه وربنا يعطيكم الفافي